ده فيه مدرب يا مؤمن جيل منتخب مصر جيل منتخب يعني تمام؟ قال نصاً أمان اخترت اللي انتوا عايزينه انتوا بتلموني ليه؟ اخترتوا اللي انتوا عايزينه ده أصلاً حاجة كارثة أصلاً كارثة أنا مش عايز مدرب يختار اللي أنا عايزه أنا عايز مدرب يختار اللي هو عايزه وأنا حزبه بعد كده وأنا أقول له لا اختيارتك هيتغلط وأنا أقول له انت عملت مشكلة كبيرة لكن مرار حمدي اللي لسه بيعمل على فكرة تاني وألف أما زي زيك عندي تحفوزات بس راجل لسه في تجربة دولية بدايتها وتقطيع والله يفقع شيء في الكورة ما بيعرفش يعمل وبيقافش يعمل وبيقافش يعمل يا سلام وما اللي بيجيب يقول له زي ما أسموحه في الدول وبعدين بقى الجملة الشهيدة اللي هي بتاعت ايه أصلاً فيه لعب محلي وفيه لعب دولي لعب ده الكلام ده عنب ما فيش الكلام ده لعيب الكورة هو لعيب كورة لعيب كورة هو لعيب كورة يلعب مع منتخب مصر يلعب مع الأهل يلعب مع الزمائك يلعب مع أسموح يلعب مع المحلة هيلعب اللي بيعرف يلعب بيعرف يلعب ده مش معناه برضو كتناع باللعب بس دي نقطة مصطفى فاتحي لا لا مصطفى فاتحي لعب محلي ما ينفعش دولي هو بيعض يلف كده وبتاقى بس ما عندوش ليه انت انت انطباعاتك دي ليه عشان لعب مطش وحش ويكي لعب بيع مطش حلو لأ تقل انا بقول لكم الجمل الشهيدة لو لعب بيع مصطفى فاتحي لعب مطش اللي جاي كويس لأ تقل بيع لعب دولي يا سلام يا سلام تمنتم كنتش قابل انه يتقل أصلا قبل كده دلوقتي بيع تقل وبيع لعب دولي حسين فيصل اللي احنا فرحانين لعب شاب داخل المنتخب وبيتتغير النهاردة وسمى فيصل هو نازل مكان مراوان ايه الجمال ده ايه فكرة انه المدرب جريء في اللحظات الاخيرة بنزل لاعب شاب عشان اداله الثقة تخلي انت كلاعب شاب واقف نازل في اللحظات الاخيرة في المبارد في سيمي فاينال في البطولة العربية قدام منتخب تونس ونازل على فكرة ما لمس الكورة ما لسه ما عملش حاجة احساسه بالثقة اللي المدرب بيداله دي هتخليه نكسب لعب دولي كبير بعد كده اما اللعب الدولي هيتعامل لعب دولي ازايش ما هي بالضغوط وباللعب الكتير ومباليات كبيرة وظروف مختلفة انا بس زعلان جدا ان احنا خرجنا النهاردة متضايق كان عندي امل ان احنا نكسب البطولة كنوا قريبين جدا كنوا نقدر نكسب البطولة بس زعلان اكتر من المبالغات الدايمة ما بنتعلمش هيمشي الرائع ماشوه ماشوه هنجيب مين يعني فكرة امشي ماشوه مش حلو وبعدين انا مش عايز بس ابالغ يعني احنا ممكن نلعب ما تشيل تصفات كاس العالم مع منتخب كبير زيه زينا يعني زيه زينا احنا نبقى كبار وهو كبير ويكسبنا عشان دي مبارتين كورة يعني هل ده معناه ندمر المشروع ننسفه في ملامحه ولازم نفهم ان الكورة اقول لكم يعني تلشهاية شهيرة مضطرة اقولها عشان سياق الكلام ما تكسب وخسارة يعني طبيعي هتكسب شوية وهتخسر شوية اشتركوا في القناة